موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة من برنامج برنامج ايش؟ حصلها حصلها برنامج حصلها يهدف إلى اختيار جواب سهل لاختبار القدرات في كل حلقة نضع سؤال من أسئلة القدرات وجاوبوا عليها شباب متميز الشباب اللي معانا في الحلقة حصلوا على درجات متميزة في اختبار القدرات خلينا نعرف فيهم معانا هنا أحمد عبدالإله وعمار في الفرقة الأولى فرقة ألف الفرقة الثانية محمد عبدالرحمن وعبدالله يعطيكم العافظ سي ما قلنا لكم قبل الحلقة جواب السؤال في دقيقة واحدة فقط بمجرد انتهاء طلحة من طرح السؤال راح يبدأ العد التنازلي للحل السؤال يقول ما العدد الذي مربعه يساوي ضعفه؟ بقين السؤال سهل رغم سهولة السؤال مثل ما يقول طلحة لكن واضح ان روح الحل الجماعية مسيطرة على المجموعتين في الحل جاهزين؟ جاهزين أبدأ في الجواب طبعا قبل انتهاء الوقت انتهي الشباب من الحل خلي الدقيقة انتهي أبغى الدقيقة انتهي لكن طلحة مصر انه يكمل الدقيقة أعطيكم العافظ شباب ما شاء الله تبارك الله انتهوا من إجابة السؤال قبل الدقيقة المعتبرة الدقيقة اللي وضعها اختبار قدرات أو اللي كان اللي ماسك اختبار القدرات لكل سؤال أعطيكم العافظ نبغى نعرف الفرقة اللي هنا عبدالله اي جواب اخترته؟ بالتأكيد باء باء اللي هو اثنين اثنين الفرقة الثانية عبدالرحمن نفس الجواب الجواب باء باء اثنين طيب مشاهدين الكرام نشوف الحل اللي اخذناه من متخصص في اختبار القدرات الاجابة كانت في الخيار باء اللي هو الرقم اثنين مشاهدينا خلونا نعرف تفاصيل او تفاصيل الاجابة على هذا السؤال عبدالله ممكن تعطينا كيف حلته السؤال اللي باين انه سهل بما ان الخيارات ارقام مسيطة فالطريقة الاسهل هي التجريب باسلوب التجريب نختار الحل الاقرب للصواب باختيار الرقم اثنين مربع الاثنين يساوي اربعة وضعف الاثنين تساوي اربعة ايضا اذا الحل هو الرقم اثنين طيب عبدالرحمن بما ان الاختبار اختبار قدرات فالحل التجريبي يكون اثضل من الحل الجبري نختار رقب ايجابة الغيالاثنين اثنين تربيع يساوي اربعة واثنين ضرب اثنين يساوي اربعة نجاوبه ويكون باعة باعة اللي هو اثنين كلناكم اتفكتوا بأنه الحل الاقصر اللي هو الحل التجريبي أنكم تجربوا في كل الاجابات التجريبة طيب أعطيكم الفعافية إن شاء الله بإذن الله أنكم أفدتوا طلاب الثانوي خرجين الثانوي أو المقدمين على اختبار القدرات سأعطيكم الفعادة الله أعافيك هذا من أسئلة الأسئلة من أكثر أسئلة شيوع في اختبار القدرات فالطالب في العادة يكون الاختبار أكثر من اختبار يكون المعلومة هذه عند دواب موجودة فالجواب سهل اثنين واضحين السؤال من أول نظرة كان متوقع الجواب صحيح هذا كان الأسئل خصوصا أن الأرقام كانت صغيرة فالتجريب ما رح يأخذ منك أي وقت وغالبا أن الجواب الأثنين واضح جدا عن طريق بس مجرد أنك تفكر بالسؤال رح تكتشون الجواب الأثنين واضح جدا هذا سهل جدا على طول بتتوقع الثنين بتعور في الثنين عشان تأكد بيطلع معك صح نتيجة كانت الثنين تقريبا شوان الفكرة سهلة العدد كان عندي الطرفين حدد مربعه يساوي ضعفه وضعف يعني الثنين عن طريق أنه الأكس تربيع مثلا وعوضنا بمتغير المتغير ذي كان تربيع فضعفه لازم يكون نفس العدد الضعف الثنين في الثنين نفسه وحيكون تربيعه بعد مشاهدين نراكم في السؤال الآخر وفي حلقة جديدة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة